بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بماذا يتميز الفقه الجعفري عن بقية المذاهب الإسلامية ولماذا يحتكر الحق ويتهم المذاهب الأخرى بالظن والخطأ من المعروف أن المذاهب السنية المختلفة تقوم على أساس رواية الأحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لذلك تسمى مذاهب سنية تعتمد السنة يعني وأيضا على أساس الاجتهاد والقياس والعقل والإجماع هذه أصول فيها مناقشة بين علماء أهل السنة البعض يقبل مثلا القياس أو الاجتهاد والبعض لا يقبل وهكذا في مواضيع مختلفة يعني فهل يقوم الفقه الجعفري على ألم من الله تعالى أن الإمام الصادق علومه وأراءه الفقهية من أين جاء بها؟ هل جاء بها عن السنة النبوية؟ يعني روا أحاديث عن النبي؟ أم هو اجتهد وقاس مثلا؟ هل كان يؤمن بالقياس؟ طبعا لا لم يكن يؤمن بالقياس؟ وأيضا هل جاء له ألم من الله؟ ألم لدني يعني وحي أو نوع من الألم الإلهي؟ حتى نقول أنه نتميز أن الفقه الجعفري هو الفقه الأصح أو الفقه الأفضل مثلا بماذا يتميز عن بقية المذاهب الأخرى؟ وفي القرن الثاني الهجري عندما كان إمام جعفر صادق حيا وأصدر بعض الفتاوى المشهورة التي يتميز بها الآن تفصلنا بيننا وبينه أكثر من 1200-1300 سنة فهل الفقه الذي نتج خلال هذه القرون الطويلة هو فقه يقوم على آراء إمام جعفر الصادق؟ أم أن هذا الفقه يعني اجتهاد الألماء مثل ما الألماء السنة كانوا اجتهدون الشيعة بدأوا يجتهدون فما هو الفرق بينهم؟ وما هي كمية المسائل التي يختلفون حولها في أصول الاجتهاد؟ يعني مثلا يختلفون في رواية الأحاديث الصحيحة أم يختلفون في العكل أم يختلفون في القرآن في تأويل القرآن أقصد وتفسير القرآن أم بماذا يختلف الآن الفقه الجيعي المعاصر الذي ينتجه هؤلاء العلماء المراجع عبر التاريخ الفقهاء؟ كمية هائلة من المسائل الفقهية القديمة والحديثة تسمى فقها جعفريا وهي بالحقيقة يعني لا تختلف عن عمليات الاجتهاد التي يقوم بها العلماء السنة قديما وحديثا إذا كان الإمام الصادق يؤكد أنه لا يقول برأيه ما كان يجتهد هو ما كان يقول برأيه وإنما كان يقول أنا أروي أحاديث عن آبائي وأجدادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث لأنه كان في زمنه فوضى في نقل الأحاديث والناس كانوا يقولون أحاديث ما معروفة هذه من وين لذلك الإمام أبو حنيف النعمان كان يشوك بكل الأحاديث ولا يقبل إلا ستين سبعين حديث متواتر أما بقية الأحاديث فكلها ما كان يقبل بيها يعني يقدم الرأي على أخبار الأحاد يقدم الاجتهاد يقدم القياس المصادر الأخرى للتشريع الإمام الصادق كم حديثا روا عن رسول الله وكم مسألة فقهية تميز بها رواها عن رسول الله وبعبارة أخرى الشيعة اليوم كم حديث عدهم في الفقه المتميز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحنا شفنا المسائل الواردة عن الإمام الصادق هي بضعة عشر مسألة يختلف فيها عن علماء أهل السنة في تلك الأيام أو على عدد الأصابع وأن الأحاديث الموجودة بالكافية عن رسول الله لا تتجاوز مئة حديث يعني مثل أبو حنيفة عندما لم يكن يقبل إلا ستين سبعين حديث والمعتزلة أيضا كذلك لم يكنوا يقبلوا بالأحاديث فبالنتيجة طبعا الحنابلة توسعوا في قبول الأحاديث الإمام مالك كان على الوسط الإمام الشافعي شوية كان أقرب لأهل الحديث وجمع يعني بين مالك وبين أهل الحديث فبالنتيجة يعني موضوع الخلاف ما هو كمية الخلاف كم تقدر يعني إحنا الآن نقول يعني طبعا لا إما ما موجودين حاليا وبالتالي نظرية الإمامة غير عملية ولا يمكن تطبيقها إنما الموجود من تراث أهل البيت هو الفقه الجعفري الفقه الجعفري كم مسألة في مسألة الطلاق مثلا ما كان يقبلون الطلاق الثلاث يعتبروا يعني ثلاث طلقات كما ارتأى الخليفة عمر بن الخطاب كان يقولون لا وكما يرتأي أهل السنة عموما ولو بعض السنة بدأوا يتراجعون عن هذه المسألة يقول لا الطلاق مثلا إذا واحد قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فهذا لا يعتبر ثلاث طلقات يعتبر طلقة واحدة يسموه طلق مرتين وأيضا في مثلا الزواج شروط الشهود في الزواج السنة يشترطون الإشهاد في الزواج الشيعة ما يشترطون في الطلاق الشيعة يشترطون الإشهاد السنة لا يشترطون في الأرث بعض المسائل يختلفون في مثلا نصيب البنت أو البنات يأخذون كل الأرث لو يروح للأعمام ويروح للأقارب الآخرين وكم مسألة أخرى في هذا الموضوع يعني مسائل بسيطة جدا يعني يمكن نخليها في خانة الإشتهادات وبعدين الشيعة بعد ذلك يعني في زمن الأعمة ما كانوا يشتهدون كانوا ينقلون فتاوى الأعمة ولكن بعد انقطاع الأعمة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري بقوا الشيعة على الأحاديث لأدهم عن الأعمة والمسائل صارت محدودة وكانت تجي مسائل حادثة فما كانوا يعرفوا الجواب عنها ولا يزال الأخبارين حتى اليوم يقلدون الأعمة يقولون لا نعترف بالاجتهاد لا نقول بالاجتهاد وإنما نقلد الأعمة فقط فبقت مسائلهم محدودة جدا الشيعة اضطر في القرن الرابع في القرن الخامس إلى فتح باب الاجتهاد وأول من اجتهد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى ففتحوا باب الاجتهاد وبدأوا علماء يجتهدون وفي الحقيقة كانت هناك مسائل كثيرة اجتهدوا فيها ربما حتى الأخباريين اجتهدوا في بعض المسائل وسوف نتكلم عنها فإذن أن نسبة كبيرة مما يسمى الفقه الجعفري هو يقوم على الاجتهاد ما بعد الأمة منذ أن فتح شيخ الطائفة الاثنى عشرية أو شيخ الطائفة الاثنى عشرية في القرن الخامس باب الاجتهاد وقام الفقهاء الشيعة عبر التاريخ بتفريع الأحكام الجديدة على أساس العقل أو الاجتهاد والقياس معلومة الألة هناك قياس مستنبطة الألة ويوجد قياس منصوصة الألة مثلا وهو عمل ظني لا يمتو إلى العلم الإلهي بصلة يعني المسائل اللي العلماء اجتهدوا فيها خاصة في المسائل الحادثة هذه كلها مسائل ظنية مو مسائل بنص القرآن الكريم ولا بنص النبي الأكرم فالشيء اللي ما يوجد فيه نص بالقرآن ولا نص من النبي متواتر يعتبر من اجتهاد العلماء واجتهاد العلماء ظني يعني ما نقدر نقول نقطع قطع اليقين أنه هذا هو حكم الله تعالى تماماً يعني الشيء الآن نفس الشيء ما عدم علم يقيني في المسائل الفقهية عدم ظنون ونفس الشيء عند السنة أيضاً ظنون مشتهدوا السنة عندما يفتون يفتون بالظن الظن الأقوى يعني مثلاً يظنون وصحيح هناك فتاوى مثلاً لدى أهل السنة يمكن اعتبارها خاطئة أو بعيدة عن القرآن والعقل والألم كذلك توجد في الفقه الشيعي أو الفكر الشيعي أساساً مسائل تخالف القرآن والعقل والألم فلماذا لا نعترف بأننا كلنا في الهوى السوى كما يقولون يعني لا نتميز الفقه الجعفري اليوم لا يتميز بضخامته بحجمه الكبير لا يتميز عن الفقه السني بعض الأخوة سألوني طبعاً صار نقاش طويل وأشكر الأخوة الذين تداخلوا وعلقوا وردوا وناقشوا وسألوا واستشكلوا وسبوا حتى أن أحد الأخوان يقول لي متى تموت يعني هذا رده على كلامي الموت طبعاً بإذن الله تعالى في أي لحظة إنسان يمكن يموت وإحنا ما يمكنك مع الفكر بقتل صاحبه أو بتمني الموت له إنما علينا أن نناقش وننفتح ونشوف الكلام صحيح وإلا لا الشيعة طبعاً رووا أحاديث عن العمة عن الباكر والصادق حول نظرية الإمامة ونظرية الإمامة هي نظرية غير معقولة نظرية مثالية وخيالية وهناك أحاديث من الإمام الصادق والباكر تنفي هذه النظرية تتبرأ منها فهي لم تثبت تماماً وانقطعت وانقطاعها أفضل دليل على عدم صحتها لو كانت نظرية معقولة وصحيحة ومن صميم الإسلام ومن أركان الدين ما كانت انتهت ووصلت إلى طريق المسدود وانقرضت بعد ذلك الشيعة مثلاً على ضوء القياس اجتهدوا وقالوا بوجود ولد الإمام الحسن العسكري هذا شيء خلاف القرآن خلاف العقل وخلاف العلم ما حد يعلم به شيء هذا وخلاف أحاديث أهل البيت ولكن اجتهدوا يعني عبر الإجتهاد مو قالوا بفتاوى لا اختلقوا رجال رجالهم موهمين طبعاً واعتقدوا بأنهم ذول أئمة هسأل الأئمة الموجودين الأحد عشر هم كانوا موجودين بالتاريخ وكان كلام أن ذول أدهم عليهم ناص من الله ولا ما عليهم ناص من الله قولهم حجة ولا قولهم ليس بحجة ولكن أن يجي واحد يختلق في الإنسان وثم ينسب له أقوال ثم ينسب له وكلاء ونواب وسفراء وراحين وجايين ناس ويأخذون فلوس يودون يجيبون والله على من يودوها تخنى في العالم آخر بعيد عن المنطق الإسلامي وبعيد عن العقل وبعيد عن الألم وبعيد عن يعني صراحة القرآن والأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة فدخلنا في عالم آخر في الحقيقة ومع كل ذلك نعتقد أننا على خط إمام جعفر الصادق ونأخذ بفقه إمام جعفر الصادق وأننا المذهب الصحيح والمذهب الأفضل نحتكر الحق وإحنا الفرقة الناجية لازم نعيد النظر في هذه المسائل حقيقة يعني أنا الآن لست في مورد بيان أخطاء المذهب السنية وكثيرا ما تعرضت لها وأكبر خطأ أعتقد في المذهب السني القديم هو القول بطاعة الحاكم المتسلط عن غير حق يعني انقلابات العسكرية يعترفون الفقه السني ولكن الجماهير السنية لا تعترف بذلك اليوم ولا تؤمن بهذا الشي شوفون الثورات والحركات المعارضة والمظاهرات السلمية التي ترفض الحكم العسكري وتطالب الحكم المدني حكم المدني يعني حكم منتخب من الناس مو بالقوة يجي واحد يسيطر فالنظرية السنية ساقطة أيضا النظرية السياسية السنية اللي بلورها كثير من العلماء ولا يزال الشيخ السعودية شيخ عبد العزيزة على الشيخ حتى في معصية الله يعرف انه اليوم مثلا رمضان الحاكم يقول لا اليوم مثلا متفطرون هذا خلاف يأمر بمعصية الله ويقول لازم انطيع الحاكم الطاعة المطلقة حتى في الباطل حتى في شيء معلوم قطعا ويقينا ان هذا اليوم مثلا من رمضان بس الحاكم يريد يفطر يريد يروح يشرب خمر ويستانس مثلا يروح كذا ويقول ايه هذا حاكم وليه امر يجب انطيعه الطاعة المطلقة للحكام بهذه الصورة حتى يعني السنة ادوم احاديث ايضا انه ما لم يأمر بمعصية النظرية القديمة السنية النظرية الوهابية الجديدة لا حتى لو امر بمعصية حتى لو شرب الخمر وزنها في الكعبة وبالتلفزيون نصف ساعة وما اعرف كيف يجب ان يطاع شوفوا شقد هبوط في هذا يعني استغلال الدين واللعب بالدين بهذه الصورة لا اريد ان اتحدث عن الفتاوى الغير المعقولة عند اهل السنة ولكن الان نتكلم عن انه علماء الشيع اليوم اللي دائما يفتون بمسائل هي مو مسائل جعفرية مسائل مثلا نقدر نقول سستانية مسائل شرازية مسائل خمينية مسائل حكيمية مسائل خوية كل عالم يجي يفتي والان شوفوا عند الشيعة مئات ربما الاف المجتهدين وكل المجتهد عنده اراء مختلفة حول كثير من المواضيع فاذن هذه الاراء ليست كلها مذهب جعفر الصادق احنا ادنا مذهب جديدة الان مذهب جعفر الصادق كان قبل 1300 سنة الان ادنا مذهب السستاني ومذهب الشيرازي ومذهب خامنعي ومذهب الخميني ومذهب مثلا فالعلماء السنة ايضا يجتهدون فكلنا صار مجتهدين وكلهم احكام هم ظنية مو احكام مبنية على القرآن او مبنية على السنة النبوية او مبنية على على الظنون ظنون عقلية استحسانات قياسات باطلة افتراضات وهمية افتراضات نظريات خيالية مثلا هذه موجودة بالفقه فخلي شوي نتواضع وما نقول احنا افضل من غيرنا خلينا نتفق ونتحاور وننتهج الطريقة اللامذهبية اللامذهبية ماذا تعني يعني احنا كمواطنين كناس عاديين ادنى فقه موجود فقه علماء السنة وشيعة وعلماء الشيعة بالعشرات والمئات وعلماء السنة بالعشرات والمئات هل يجب ان نقلد واحدا من هؤلاء العلماء ونعتقد انه اعلم العلماء هذا ما حد ما يقدر يميز او يعرف انه هذا اعلم من ذاك ها كلها دعايات اذن فماذا نعمل على الانسان ان يلتقط النظريات او الاحكام الصحيحة من كل مذهب اللي يشوفها اقرب الى عقله واقرب الى الواقع واقرب الى العلم ويقتنع بيها ياخذها ياخذها مع الدليل طبعا سواء من السنة او من الشيعة فنكون لا مذهبيين يعني ما ملتزمين بمذهب واحد هناك مسائل يتميز بها المذهب الجعفري اذا شفناها ادلتها قوية ولطيفة وصحيحة ناخذ بيها والان بعض الحكومات العربية السنية تأخذ من المذهب الجعفري في الاحوال الشخصية او في الطلاق او في الزواج او في الارث او في مسائل اخرى وبعض الناس اذا الحكومات ما تأخذ هم يأخذون يحون يسجلون بلاوية هم المذهب الجعفري حتى الارث مثلا يكسم حسب ما يردون ويعتقدون انه الاصح والافضل وانما يموت الشخص تركته اهله يعني يذهبون الى المحكمة الجعفرية ويقسمون الارث حسب المذهب الجعفري هذا يحدث في لبنان ويحدث في العراق وفي سوريا واماكن كثيرة وايضا بعض الحكومات تأخذ ببعض المسائل المشتركة وبعض الحكومات مثل الحكومة العراقية مثلا الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية نظموه نظموه على اساس كل المذاهب الاراء الاقرب للصحة حسب نظرهم وارضوها على مجلس النواب ويمكن يناقشون فيها سن الزواج مثلا مسائل كثيرة اللي بحاجة الى مناقشة بعض الفتاوى من علماء الشيعة وعلماء السنة حول زواج الصغيرة مثلا هذه احكام يعني ظنية ناس مبتدعيها او مجتهدين فيها ويقد لا تكون صحيحة سواء عند السنة وعند الشيعة فيجب ان ينظر الانسان نظرة جديدة والحكومات تكون مسؤولة بتبني قانون اقرب الى الصحة واقرب الى العقل واقرب الى العرف واقرب الى المنطق والطبيعة الانسانية يعني ممعقولة مثلا طفلة صغيرة رضيعة واحد يزوجها ويتمتع فيها جنسيا حتى الحيوانات لا تفعل هذه ولكن هذه موجودة بالفقه الشيعي والسني فيجب نحن اذا شفنا مسألة ممعقولة نقول هذه مسألة ممعقولة ممعقولة منازلة من السماء يعني ولو بعض المجتهدين يصررون او بعض من يدعي الاجتهاد يصررون على التمسك بها وهي ما يلا سند بالحقيقة ويرفضون ان يعيدوا نظر فيها او يناقش فيها فلكن التحد لابد ان نتحرر من التقليد الاعمى لمذهب معين او مجتهد معين او خط معين وانما نضع كل الاحكام الفقهية امامنا سواء كنا سنة او كنا شيعة وننظر الى النظريات والاحكام ونختار منها الصالح ونترك الشيء غير معقول او الشيء اللي منتي وقتها او غير صالح وانا اعتذر عن قراءة التعليقات لانها كثيرة في الحقيقة وان شاء الله لا يصير فرصة في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا